برج الحمل يعني بيحب كتير يكون اجتماعي وكزا فبهاي الفترة رح يكون تاخده عبارة عن انه رح ياخد خطوة للورا رح يستنى من الاطراف الاخرى هي اللي تبادل رح يكون بعيد نوعا ما يعني بيحاول يختفي اه شوي من الاجواء او من اه يعني بشكل عام اه مو شرط مع الشريك او او مع الحبيب اه او العاطفة بشكل عام حتى بالحياة الاجتماعية انا شايفة من الورا انه برج الحمل شوي رح يحاول ينسحب ويختفي شوي عن الصورة اه بده يكون لحاله خلينا نقول فترة اه يعني اه تأمل اه فترة شوية زعل عم يزعل وعم بفكر في اشياء اه سابقة اه مش هو السبب فيها ولكن عم بيحاول عم بيحاول انه اه يعني شو بدي اوصفها انه يجلد نفس عنده اه جلد الذات اه هاي الفترة كتير كبير فزعلانا انا بن برج الحمل لش عم بيفكر بهاي الطريقة اه عم بيعد يعني الاكواب المسكوبة مع انه في اكواب اه واقفة في فرص اه قدامه عم بشوف في فرصتين اه قدامه لبرج اه الحمل من الناحية خلينا نقول العملية اكتر من العاطفية اه فرصتين حلوين لبرج الحمل ممكن انه اه يطلقط بوحدة منهم على فكرة في وحدة منهم كان له فترة اه طويلة عم بيحكي مع حدا او عم بيحاول اه خلينا نقول اه يتواصل مع اه حدا مهم حدا مسؤول اه علشان يزبط له هذا الموضوع في فرصتين راح تختار الفرصة اللي من اه واحدة منهم فعم بشوفك كتير اه يعني من بعد اه التعب كتير عم بتكون اه مبسوط اه من ناحية العمل ايضا فيه ترقي في العمل في اه فكرة جديدة كنت اليك فترة عم بتأجلها بتأجل بتأجل ولكن هاي الفترة راح يعني راح تطبق هذا الموضوع اما يكون ريسيرج او انا شايف فكرة موضوع فيه ابداع فيه فن فيه يعني مشروع خلينا نقول اه على الصعيد العملي راح اه يتبلور في هاي الفترة ورح يعني كيف اه برج الحمل راح يلمع نجمه اه في هاي الفترة اه من الناحية العاطفية اه عم بشوف برج الحمل عم بزعل اه على اه خلينا نقول على الشريك او فيه شوية زعل مع الشريك مع انه مش مبين انه فيه اه انا بحكي بشكل عام يعني اه مو شرط منفصلين او 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 على علاقة بشكل عام اه الشريكة عم بيكون شوية بعيد اه عم بيكون مع حدا تاني اه فيه فرصة تانية راح تكون لبرج الحمل فرصة رائعة جدا اه لبرج الحمل حتى العزاب اه منهم والمنفصلين كمان راح تكون فيه اه فرصة كتير حلوة اه شخص خلينا نقول على تناغم على هارموني اه معك راح يظهر اه فجأة ممكن باجواء الشغل ممكن بي اه لقاءات مع الاصحاب او كذا بس انا شايف فيه جمعة يعني في فيه جمعة حتتعرف عليها فيها على هذا الشخص اه الجديد اه راح يكون شوي شبهك لبرج الحمل اه بتحسوا انه بتعرفوا من فترة طويلة خلينا نقول اه للمنفصلين من برج الحمل شايف هاي الفترة فيه كتير احتمالي كبير انه يصير اه في اه مصالحة خلينا نقول ولكن من طرفك انت يا برج الحمل اه مع انه انا شفت انه اه طاقتك هاي الفترة اه ما كد خطوة لوراء وما عم تكون اه مقدام او ما عم تعطي اه خلينا نقول خطوات لكن شايفيتك بالوراء اللي سحبناه انه انت معقول انه تاخد خطوة ناحية اه الحبيب وشايفة حتى اللبس نفسه حتى الافكار راح تكون كتير متقاربة اه الحبيب راح يكون عم بستنى يعني على على نار انا شايفة عم بستنى بفارد الصبر لحتى برج الحمل يحكي معه فيعني حلو كتير اه شايفة فيه كتير اه تناغم هاي الفترة بناتكم اه شايفة انه بعض العوائق اللي كانت موجودة او اللي انتو يعني مركزين عليها بالفترة الماضية هي انا ما بشوفها عوائق ابدا اه لانه كل علاقة عاطفية الا ما يكون فيها يعني بعض الامور اللي يعني مش متماشية مع مع الشي اللي بدنا اياه ولكن شايفة انه اه هاي الفروقات او هاي الامور الصغيرة او خلينا نحكي الاشخاص اللي اه واقفين في طريق هاي العلاقة رح شوي خف دورهم شايفة فيه لقاءات متعددة لبرج الحمل مع الحبيب اه حتى لو كان يعني على علاقة او منفصل اه بكل الحالتين رح يكون فيه تواصل حلو كتير هاي الفترة اه تناغم فيه ترابط اه روحي اه فيه اتفاق على اه امور كان قبل اه عم بتشاجروا عليها عم تتشاجروا عليها انت والشريك يا برج الحمل لكن هاي الفترة عم بشوف كتير اه فيه خلينا نقول اه تتفقوا مع بعض اه رح تعدوا رح تتفقوا مع بعض اه الشخص اللي اه كتير كان ماخد موقف من برج الحمل رح يكون اه خلينا نقول اه رح يكون اقل حدية من الفترة الماضية شوفنا الشريك بالقراءة الماضية الشريك لابرج الحمل كان على يعني حدية وعلى اه عصبية معينة لكن بالفترة اللي قلنا عليها رح يكون فيه اه اللي هو لين من الطرفين الطرفين رح يحاولوا انه يمشوا المركب ويودوا العلاقة لمطرح حلو عاطفيا عم بشوف كروت كتير حلوة لبرج الحمل اه شايفة فيه يعني انتو التنين رح تنتصروا على العوائق او على شخص على الاقل كان واقف اه يعني كان واقف موجود اه بعيق هذا الحب او بعيق هاي العلاقة اه عم بشوف شريكك يا برج الحمل متلقط فيك يعني وكتير شريك اه ففيه تبادل مشاعر عم بشوف من برج الحمل ومن الطرف الاخر عم بشوف نفس الاقبال او نفس الحب نفس اه الافكار بالفترة اه الجاي شي حلو كتير اه بالعقل الباطن لبرج الحمل اه رح يكون كتير مترقب وعم يفكر اه بموضوع معين ان كان على الصعيد العملي او العاطفي اه او او حتى الصحي يعني مترقب موضوع معين وهذا الموضوع رح يسير بالضبط مثل ما بدك في الشهر التاني اللي هو شهر التسعة اه رح يكون اه خلينا نقول متبلور او موجود اه مثل ما بدك وزيادة مبين انه اه رح يسير فيه خلينا نقول اه اللي هي تسهيلات اه لهذا الموضوع انه يسير اه عم بشوفك يا برج الحمل متخوفي كتير من هذا الموضوع ولكن اه شايفة انه خوفك مش بمحله ابدا اه بالنسبة للفيري كار طلعت لك اه ايدنتيتي اه بيقولك عبر عن حالك اكتر اه يعني حتى قدام الاشخاص اه اللي ما بيعرفوك قدم احلى اه ما عندك هاي الفترة لانه يعني امبين من الطاقة ومن الاوراق انه اه رح تكون في فرص كتير حلوة من العاطفة ومن العمل اه حتى الصحة عم بشوفها اه رايحة من اه ما كان كتير صعب من مكان كتير اه خلينا نقول صحة ما كانت اه اوكي يمكن الصحة النفسية مشرط اه بس اه عضويا اه لكن رايحة للمطرح الحلو شايفة عم تهتم منيح بمصلحتك اه بصحتك اه اه ايدنتيتي بيقولك انه كون انت على قد اه ما تقدر اه كنت بالفترة الماضية يا برج الحمل عم بتحاول اه ترضي اطراف كتير اه ساعة بدك ترضي فلان وساعة بدك ترضي فلان والشريك من جهة والشغل من جهة اه لا بيقولك انت عبر بس عن اه شخصيتك وعن هويتك اللي انت اه يعني طلع الاشياء اللي جواتك لبرا خلي العالم اه تشوفها ورح ينبهروا بهاي الفترة بشخصية برج الحمل عم بشوفه كتير عم يهتم في حالهم من بعد فترة شوي اهمال اه وخاصة بنات اه الحمل رح يغيروا يمكن لون شعرهم اه رح يكون في تغيير بالستايل يمكن اه اكتر اشي وبيقولك اه كن صريح كتير مع حالك اذا اهم اشي اه انت يا برج الحمل في هاي الفترة اه خلينا نشوف اوراكلز اه بيقولك انه نفس الشغلة يمكن اللي طلعت لنا قبل شوي بالورا اه بيقولك انه الشغلة اللي كنت ترسم عليها لك فترة اه طويلة او حلمك اه ممكن يتحقق بهاي الفترة ولكن اه بدون يعني تحريك منك وفعلا طقطك بهذا الشهر طلعت لنا انه ما فيه اللي هو مبادرات او ما فيه خلينا نقول اه وكنه يعني برج الحمل مل كتير من المبادرات مل كتير من انه يحرك هو الامور بس بالفترة الجاي رح يكون شوي جامد اه وهذا لمصلحتك يا برج الحمل لانه اذا حكيت رح تسعل ناس كتير فشايف اه يعني كروت حلوة عم بيقولك اه انه انت بتقدر انك تتغلب على اي اشي والشي اللي انت بدك اياه اللي قلنا عنه اللي اه عم تحلم فيه الى فترة اه طويلة ممكن كتير انه يتحقق بهاي الفترة خلينا نشوف نصيحة لبرج الحمل بهاي الفترة عم بشوفك يا برج الحمل اه اه او هو بنصحك اه الوراء انه اتجمع معلومات انه تأول السكيلز اللي عندك اياهم اه يمكن بخصوص المشروع الجديد اللي قلنا عنه بده ينفتح او بدك تفتحه او اه شراك كما ممكن تفكر فيها اه رح تتبلور بهاي الفترة ولكن بيقولك علشان تكون انت على تم استعداد اه على يعني لتلقي هذا الموضوع او لعمل هذا الموضوع اه لازم تقوي شوي السكيلز اللي عندك لازم تجمع كل المعلومات اه اللي خلينا نقول المشروع محتاجها اه وكمان انا شايفة بالوراء فيه شريك بالعمل او فيه شخص ممكن تشتغل معاه اه مو شرط اتنين تفتحه الشركة ممكن تكونه على نفس البوزيشن بالشغل اه الجديد اللي قلنا عنه فا او بالقديم حتى اه فبيقولك انه جمع معلومات كمان عن هذا الشخص اه لانه يعني فيه شغلات رح تكون مخفية عنك فحاول انك اه اه تدور على على اكتر اه يعني معلومات ممكنة اه فيهاي شكرا شكرا